فازت قوى شيعية في العراق بأكثرية المقاعد في انتخابات مجالس المحافظات وفق نتائج نهائية أعلنتها المفاوضية العليا للانتخابات وتصدر نتائج الانتخابات في العاصمة بغداد تحالف دولة القانون وتحالف نبني تلاهما تحالف تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 40% أي ما يعادل 6 ملايين شخص من أصل 16 مليون يحق لهم التصويت